اوكي اول حاجة انت اعتزلت في سن صغير جدا اه عمرك ما حسيت انك ندمين عشان اعتزلت في السن ده كم بدل يعني فعلا نقول اول انت اعتزلت عندك كم سنة اعتزلت تقريبا 26 سنة اللي هو في حسابات الكورة يعني البيك بتاع العيب الكورة بالزبط يعني هتسديني قلتلك انا ما اندمتش خالص على القرار ده يمكن عشان انا بدأت الاحتراف في سن صغير قوي فتقريبا من روحت اوروبا انا عندي 18 سنة 18 سنة اه مسئولية كبيرة على فكرة يعني الشاب او مثلا شاب مراهق حتى 18 سنة السن صغير انه ياخد مسئولة ان هو يحترف ويسافر برة ويقول له واحد حاجة كبيرة هي الصعوبة فيها كمان ان هي كانت التجربة الاولى لناشئ انه يطلع اوروبا ما كانش عندنا الثقافة دي لسه ما كانش دلوقتي بقى الموضوع عادي في ناس بتصفر اولادها من غير ما بيلعبوا في انديها كبيرة بيسافروا ويعملوا ترايلز برة دلوقتي في اوروبا وموضوع الزمان ما كانش كده خالص يعني فهي كانت تجربة فريدة من نوعها وانا بطبيعي بحب المغامرات وبحب ان انا اتحط تحت ضغط من نوع صغير فيمكن عشان احترفت في سن صغير قوي فالقرار بالنسبالي في 26 سنة ما كانش قرار صعب كنت حاس انت اخدت كفايتك من وقت الكورة او اللعب شبهة كورة يعني زي بيقول ما فيش حد بيشبع من الكورة عمري ما هشبع من الكورة ولكن كان عندي اهداف تانية وكان عندي طموح تاني في حتة التمثيل وانيجي عن دهب بس الاول عايزة اقولك يعني باباك كان من اكتر الناس يعني كانت نصراح حسني فكان موقفه ايه منك في قرار هتزالك انك هتورك لا موقف صادم طبعا يعني هو كان القرار بالنسباله انت قلتها جيت قلت له ايه هو القرار بالنسباله كان صادم يعني والدي وكل اللي عرفهم مش والدي بس يعني عائلتي كلها والدي أصحابي كله بيقول لي طبعا ده قرار غلط ويعني قرار مش سليم خالص وهيدرك جدا في الفترة اللي جاية لكن انا كان عندي يقين ان انا بحب التمثيل وعايزة اخد التجربة دي الكورة مش عايزة اقول فقط الشغفك مش عايزة اقول كده ولكن كان شغفي للتمثيل اكبر فحسيتنا انا مش هدي الكورة حقها وانا ما بعرفش اعمل حاجة الا ما اعملها 100% فالقرار كان صعب وكان قرار انت روحت وقلت له انا عايزة ابطل كورة علشان امثل تقريبا ولا لأ جبتها لوحدة واحدة تقريبا تقريبا يعني تقريبا يعني حتى انا قلت انا هبطل كورة وهبدأ دراسة في التمثيل ما قلتش عايزة امثل على طول اه هو خلي بالك هو ده الفرق بين ان الحمدلله قدرت انجح في المجال التمثيل ده واني ناس تانية خادت التجربة بس خادتها اوطف انه هم كانوا لعيبة كورة او رياضيين فاستعمل اسمه في انه يخش المجال هي التمثيل جزء منه موهبة وجزء منه دراسة اه طبعا دراسة بتفرق فانا اتجهت للدراسة الاول عشان اعرف انه هو بتاع التمثيل وبعدين خدت التجربة بس انت كنت حاسس نفسك عندك لو مش حاسسها عمري ما هم بتقرار زي ده حاسس ان موهبة موجودة طبعا وانت بتلاحن هذا